حضراك حاجة حزب مستقبل وطن استطاع أنه يحقق نجاحا فعليا على أرض الواقع وخليني أقول سيادتك بمنتهى بساطة أن كل مؤسسات الدولة مستهدفة قوات المسلحة مستهدفة الدخلية مستهدفة الأحزاب المصرية اللي طلع بتؤيد أي مؤسسة داخل مصر بتؤيد مشروع 30 يونيو هي مؤسسة مستهدفة مقصود أن هي ما تكملش أنت شايف الحزب انتشر قوي جدا انتشر وانتشر بفاعلية بفاعلية وبين البين معنا على الشاشة فانتشر بفاعلية على الأرض وأيضا الحزب لعب دورا مؤسرا وفاعلا في جميع أنحاء المحافظة حتى أثناء عملية شرح التعديلات الدسترية لا أصبح في حالة حزبية موجودة جديدة وبالتالي أعداء مصر مستهدفين كل مؤسسات مصر بالكامل يعني أنت شايف أنه ده أمر مخطط لي أمر مخطط لي لكن عايز أقول له حضرتك الحزب هيكامل لأنه فعلا أصبح بيؤدي دور وطن ومهم وأصبح متفاعل مع الشارع المصري وده شيء طيب جدا كنا مفتقدينه وبننادي على الأحزاب أن تتفاعل تفاعلا فعليا مع الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أرض الواقع فالنهاردة بيتولد حزب بيؤدي وبياخد وأساس هذا الحزب في البداية يمكن فيه طاقة لأنه أساسا حزب شاب شاب فلديهم القدرة على العطاء والصبر والتفاعل وعندهم طموح وبالتالي دايما النجاح يعني بيبقى فيه بيبقى مزعج لناس كتير مزعج لناس كتير